لو حضرتك حامل وقربت من موعد الولادة أو باي دو وي إنك حامل بوجه عام فحلقة النهاردة هتفيدك جدا مش هنطول عليك فيها ولكن الأمهات الجدد الأم لأول مرة في حياتها كتير جدا منكم بيفشل في موضوع الرضاعة الطبعية وبيبقى السبب تافه جدا شعر بسيطة جدا ما بين النجاح في عملية الرضاعة الطبعية وما بين الفشل فيها تابعونا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضرتكم وحلقة جديدة نبدأها بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن ولا وأذكركم ونفسي بكثرة الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فبها نسعد وبيها ان شاء الله بإذنك يا رب ترضاع طفلك وتولدي بالسلامة وتبقي أحلى وأجدع أم الموضوع بسيط جدا رضاعة طبيعية وضعية مناسبة تحط طفلك في وضعية كويسة وياخد الحلمة بتاعت سدي حضرتك أعزك الله وترضع طيب أمه المشكلة المشكلة إن كتير جدا منكم بيبقى عندها حالة من الرهبة والخوف من هذه اللحظة اللي لمجرد ما بتيجي تحط يعني ابنها على سدرها بتلاقي إن اللبن ما بينزلش يا خبرة بيض الطفل ما فيش لبن اجري على طول شوف الحل شوف بديل هاتي حسين علبة لبن صناعي والموضوع له تفسير بسيط طبعا في مجتمعاتنا العربية أصبحت موضوع الولادة القيصرية منتشرة جدا موضوع الولادة القيصرية بالذات هو لب الموضوع وبيأثر على كتير جدا منكم ليه؟ هرمون الحليب بيستفز مع هرمون الطلق أو الهرمون اللي بيحفز الطلق في الولادة الطبعية ده لما بيشتغل ده بيشتغل سبحانك يا رب خلقة ربنا كده ده بيحصل فده بيستعد عشان يشتغل اللي بتلت قيصري بتلت قبل المعاد فلما بتلت قبل المعاد حتى بأيام بعد الولادة ممكن يتأخر نزول الحليب بتاع الأم لبن الأم يوم يومين طيب نعمل ايه نسيب العيل يموت نجوع أبدا محدش قال كده ممكن تدي له في الفترة البينية دي حليب صناعي هيتعود عليه؟ لا مش هيتعود عليه لأن الطفل لسه لسه يعني الدنيا بالنسباله لسه صفحة بيضة لسه محفظش ان ده حليب كذا ولا ده كذا لسه بدري قوي 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 في الأثناء دي انت هتفضلي تحولي طيب بحاول وبفشل لا مش هتفشلي هتنجحي اسمعيني كويس جدا هتنجحي ليه؟ لأن ده مش كلامي ده كلام ربنا سبحانه وتعالى ربنا هينزل اللبن عليك ولكن هي بس الفكرة ان لما حصلت الولادة القيصرية الطفل نزل قبل معاده ما حصلش الطلق الطبيعي اللي بيحصل في ساعة الولادة الطبيعية فمن ثم بيحصل تأخر في إفراز هرمون الحليب من المخ المخ هو اللي بتحكم فيه هرمون الحليب فبيتأخر الموضوع يوم يومين أول ما المخ بس بتجيله الإشارة معلم الحاجة ولدت يلا الإشارة بتتأخر بس وبيبتدي الحليب بينزل وترضاعي زي الفرن فأنا من دلوقتي بقول لك هتنزلي بعد الولادة وتقابلي حماتك ممتك هتقول لك انت ما بترضعيش العين ليه انت ايه في ايه هو انت مالك هي البيت دي مالها اللي بيحصل ايه بقى اللي بيحصل هنا ان المخ بتاعك بدل ما هو بشكل طبيعي هيشتغل لا هو بيقول لك ما تشتغليش ركزي مع كلام حماتك مع كلام سلفتك مع كلام فلانة مع كلام علانة ركزي توطر ألا نتوقف المخ عن تحفيز هرمون الحليب في الجسم فتفشل فعلا نتيجة ايه نتيجة الانصياع و يعني الانصياع دي ايه الكلام الجبيئي دا ان انت تنقادي يعني وراء كلام الناس انت زي الفل ما عندكش اي مشكلة هقولك على تركاية بسيطة لما تجيب الحليب الصناعي في الفترة البيناية طيب انا بقول الطبيعي ونزل اللبن خلاص زي الفل انت قفل الفيديو ما تسمعنيش انا بتكلم بقى على نقطة الامهات الجدد اللي هيبقوا خايفين والخوف والتوتر دا المخ شغال مع الخوف فبيقف اللبن لأ انا عايزك تعمل ايه هجيبي اطارة بتاعت دواء نقط بتاع الاطفال واثناء ما انت بتدي طفلك الحليب الصناعي اللي اللي هو المدة يوم او يومين او تلات ايام او اربعة ايام بالكتير ان شاء الله وهتلاقي ان الدنيا اتزبطت هنجيب الحليب الصناعي دا وهنحط الاطارة في الحليب الصناعي وهتقطري من فوق جسمك من هنا من الحتة دي كده بحيث ينزل تنزل النقط على ثديك فالطفل لما ييجي ينتص حلمة سديك يلاقي ان في ايه ان في بلل اللي هو الحليب الصناعي اللي انت نقطيه من فوق ايه اللي هيحصل عملية استفزاز هيعملها الطفل بشكل الطبيعي وهي الشفط لما الطفل بيشفط بيحاول يعني يعني هو ظنن منه ان ده مصدر اللبن سبحانك رب ربنا منزله متعلم الحتة دي حركة بوقه بتقوله اعمل كده حركة الطفل دي هي اللي بتستفز المخ ان هو يفرز هذا الهرمون لذلك التركية دي الصغيرة دي ان انت لما تنقطي من هنا يعني هي ايه الفرق بينها وبين ان انا قد الطفل الببرون ايه دي طفل ببرون ما فيش مشكلة عشان يشبع ولكن كده ما بين يعني الفقرات بتاعت الوجبة الصغيرة دي اللي هنديها للطفل لحد ما اللبن ينزل تركية بسيطة جدا هنلعب مع الطفل ان احنا ان نقطله هنا بحيث الطفل يفتكر ان هنا مصدر برضو اللي هو بياكله فهيبدأ يعمل عملية الشفط فهيبدأ يستفز ايه المخ عندك تقومي كده شايلة القطارة ورمياها تكتشف في الاخر ان فعلا حليبيك بينزل لان جزي الفل ما عندك اي مشكلة صحية تمنعك كل الموضوع كله هنا في الدماغ مش اكتر سؤال جميل جدا من الاخت اماني البغدادي بتقول انا من المغرب ومتأكدة من ان حليبي لا يشبع طفلي ورضعه اكتر من ربع ساعة من كل جه واحيانا يثور ويغضب ويظل يجر فيه الثدي ولما اعطيه بعد كل رضع حليب صناعي للأسف بيخلصوا كله هل اجد عندك نصيحة الحتة الاخيرة من السؤال مبدئيا كده قبل ما جاوب شليها مش عايز اسمع حد يقول حليب صناعي وانتي بترضعي طبيعي مش محتاج مش بيرضع من هنا ربع ساعة ومن هنا ربع ساعة مش محتاج مش بيبلل اكتر من اربع حفظات في اليوم مش محتاج مش بيزيد في الوزن مش محتاج امال بيرضع كتير ليه امال بيثور ليه امال بيغضب ليه امال بيعايط ليه كتير وكل ما تديره ثادي عايز تاني عايز تاني الطفل بيعمل حساب اللي جاي بمعنى حاجتين بيزودوا الحليب عند الام في سادي الام المية الكتير السوايل الكتير النقطة التانية الرضاع نفسها فالطفل كل ما بيرضع اكتر كل ما بيخلي المخ يحفز من افراز هرمون الحليب كل ما يحفز السادي في انتاج الحليب وادرار الحليب فالطفل يقول لك انا دلوقتي بارضع باثغدة طيب العشاء عامل في ايه ارضع 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 عشان ينزلي في العشاء ارضع 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 عشان ينزلي الصبح ارضع 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 الطفل بيحضر طعامه اللي جاي المرحلة الاولنية عمتا بتقول ان الطفل مفيش حاجة اسمها تحديد واجبات طول ما الطفل يطلب منك اديله ساديك لو لقتيه بيرضع سبيه يبقى ده احتياجه الى ربنا الهمه انه يطلبه انما تحاول تديله لابن صناع اللي هيحصل ساتك انتاج الحليب عندك هيقلب التدريج وممكن الطفل يفطم نفسه منك هيقول لك لا خلاص عجبتني البابرونة مش هارضع منك تاني ودي بتبقى غلطة كلكم او اغلابكم بيقعوا فيها وبتبقى غلطة تفهة جدا هو ظنكم ان الطفل ما بيش بحش سلام عليكم